كابتا نوساما رأيك في أداة الفرقتين وفي قناعة من الفرقتين بالتعادل ده من أول المطش ماشي كده يعني من أول دي أهل غاية الدقيقة تسعين المطش ماشي على نفس الإقاع البطيء ونفس الأداء الرتم القلي القوي بس انت قلت بين الشوتين أن ده في صلاح النادي الأهل طبعا ما هو الإقاع بالطريقة دي أنا بلعب على ملعبي أنا الترجي بلعب على ملعبي وسلسة خمسين ألف ولا ستين ألف لو ما استغلتش الجمهور ده وحتى فيه فترات بضغط عليها زي ما كابتا نقاله بهدد النادي الأهلي بكرات عرضية بتزديد يعني يبقى فيه حاجة لكن الإقاع اللي هو القلي البطيء ده قوي اللعب اللي فيه تحفز زيادة عن اللزوم أصلا فيه فرق بين تحفز وفيه تحفز زيادة عن اللزوم طبعا أنت يعني هم راضين المدرب كان يفكر فيه هو 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 بيلعب زي ماتش صندونز بالزبط هو قافل ما يجيش في جون خطف خطف ما خطفش خلاص يزمر بقى على الماتش التاني يعني جات له ضربة ثابتة جات له زي كرة ما حسسناش يا أسام إنه عايز يخطف حتى لأ 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 أتكلم على إنه لا أتكلم على إنه هم استني دي بس يعني مش مفيش أي حتى نقل الكورة كتير قول تحت في التلت الأخير بتاعهم وفي نص الملعب النادي الأهلي طبيعي أنت بتلعب براملعبك والمنافس بلعب بالأسلوب ده وبالإقاع ده وإنهائي وإنهائي أنت مصلحتك أن الماتش يفضل كده رتمه قليل مفيش مجاز فخلاص أنت النادي الأهلي يجازف ليه هو بس الفكرة أنه كان ممكن أنا قلت أنه كل ما الوقت كان بيديء الأهلي كان عنده فرصة أنه يخطف أو يهاجمهم كان هو إليه أكتر بس كان هو الآن من الديها من الديها الأولى لمسأ الديها خمسة وسبعين أو تمانين وهو على ملعب وخاب يجي في جون تخيل بقى أنت لو حولت الأسلوب ده الضغط شوية قدام وكده في آخر عشر ده هي هي يعني يمكن لما نزل أفشا وريدا سليم يمكن كان عايز يعمل كده ومسكنا الكورة شوية قدام حتى هاني شاط واحدة حتى هاني شاط واحدة ومشعف كورنر وحسين الشحاد بواحدة يعني بقيت فيه ريحة لكن برضو هو مستر كولر طبيعي أنت في صالحه في صالحه أنت ما تديني للمطش كده ومش عايز تجازف أنا كمان خلاص النتيجة ماشية كده ففي النهاية التعادل ما في الشك حتى لو احنا بنقول التعادل صفر صفر نتيجة يعني في ناس في مدربين ما بيحبوهاش أوي نها مؤلئة لكن هي برضو في الفرقة اللي هي بتلعب على ملعبها ماتش العودة أحسن لها طبعا هو تعادل وعنده فرص أنه يكسب عنده فرص تعادل يعني أنه يكسب بقية نتيجة يعني ففي النهاية الماتش ماشي لصالح النادي الآلي خلاص مستر كولر ما حبش يسرع الماتش طبعا هم واخدين الرتم ده من أول الماتش الآخره خلاص يعني ما فيش حاجة النهاردة نتقال على الماتش بصراعة يعني لا في فرص خطيرة هنا ولا هنا ولا في مثلا أحداث تقدر تتكلم فيها حتى هو الماتش واضح أنه أكدنا كتفرجت الشوت الأولاني زي يعني أكدنا كتفرجت على الشوت الأولاني تعد تاني الشوت التاني يعني احنا قلنا ممكن يبقى فيه تسريع حتى شوية اللعب فيه مخاطرة شوية لا فضل العدم المخاطرة لغاية آخر وقت في الماتش فالنتيجة الحمد لله إلى حد ما مرضية وإن شاء الله النادي الأهلي يقدر هنا يخطف ويجيب أكتر من هدف كمان ترجمة نانسي قنقر